يسعد كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد رح نحضر مع بعض إن شاء الله في فيديو اليوم كعكة الحليب الساخن طريقة جدا بسيطة ونتيجتها أكثر من رائعة خلونا نشوف طريقة التحضير لها الكعكة الخفيفة اللي شو ما وصفنا من التراوي اللي فيها ما رح نكفيها حقها ومثل ما أنتوا شايفين إنها مرتفعة جدا في البداية عنا هون بالنسبة للمكونات رح نستخدم الخلاط الكهربائي قبل ما نبلش الوصفة بنحضر كوب من الحليب السائل مع 200 جرام من الزبدة النباتية بنذوبهم على النار لحتى ما يغلوا ورح نستخدم شاف الخلاط لخلط مزيج الكعكة هو عبارة عن 3 حبات من البيض مع كوب وربع من السكر وملعقة من البانيلا السائلة هلأ في وعاء عميق بننخل كوبين من لطحين ورح نضيف إحنا نص الكوب هو عبارة عن 3 ملاعق من الكاكاو وملعقتين من النشا يعني مقدار هاي العجينة أو الكعكة كوبين ونص من لطحين الكوبين أخذناهم الطحين ونص الكوب هو عبارة عن 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودر الخام وملعقتين من النشا هيك المقدار عنا لهاي الكعكة كوبين الطحين نص الكوب هو عبارة عن 3 ملاعق من الكاكاو البودر الخام مع ملعقتين من النشا وضرفين من البكنينج بودر طبعا بدهم درة من الملح بين روس الأصابع حتى تعدل الطعب بنضربهم بالخفاقة اليدوية بنقلبهم كتير منيح لحتى ما تتجانس الخليط ويتوزع النشا مع الكاكاو مع الطحين هلأ بعد ما غلى الحليب رح نصير بالتناوب مرة من الزبدة مع الحليب ومرة من الطحين هلأ تأكدنا من المكونات إنها الخلطة منيح السائلة بنبدأ بإضافة الطحين بالتدريج مرة طحين لحتى ما يتلاشى بنخفق بشكل دائري وبصورة سريعة طبعا هون أنا مستخدم الخفاقة اليدوية حتى لو ما كان عندك الخلط برضو ممكن تخفق البيت بالخفاقة اليدوية ورح تعطيكي نتيجة مرتبة لهاي الكعكة هلأ هون بكمل بنفس الطريقة على دفعات لحتى ما أخلص كل الخليط مثل ما أنتوا شايفين طبعا بركز على الجوانب وعلى كعب الجات من الأسفل لحتى أتأكد إن كل المكونات دابت تماما برجع أكمل نفس الإشي بضيف الطحين وبضيف الزبدة والحليب بنفس الطريقة أثناء هاي الفترة طبعا وأنا بجهز في الكعكة بكون سخنت الفرن على درجة حرارة 180 رفعت الشبك على الرف الأوسط بس من الأسفل ما بدنا نشغل الشواية وبنكون حضرنا صنية الخبز خليني بس أكمل كل المقدار اللي معنا هاي الكعكة مميزتها إنه قوامها رح يكون قريب من السائل لاحظوا معي كيف القوام بتطلع اتأكدوا من الجوانب أكثر من مرة وإنه كل طحين داب ما رح تأخذ منك وقت في التجهيز لكن خفتها مش طبيعية كثير كعكة خفيفة جدا وهشة ومرتفعة وطعمها ما شاء الله كثير بتطلع روعة ومرتب هلأ هاي الكعكة ممكن تعمليها بطعم الفانيلا تشيل الكاكاو وتضيفي بداله لطحين هلأ هون بالنسبة ل صنية الخبز رح أستخدم هالشكل ببطنه كثير منيح اللي هي ملعقة من الزيت وملعقة من لطحين بقلبهم مع بعض بصحن جانبي بعدين بفرشاية بحاول أوزع على الحروف اللي جوه القالب اللي الكعكة إن شاء الله ما تلتصق فيها أثناء الخبز بصب الخليط ولاحظوا معي كيف القوام المقدار عندي طلع ما شاء الله زي ما أنتوا شايفين هاي الكعكة بعد ما جهزت أخذت مدة أربعين دقيقة ما شاء الله أنا تركتها غطيتها بفوتة لمدة عشر دقائق تركتها لتبرد بعدين طلعناها من القالب وشوفوا ما شاء الله شكلها كيف طالع معنا ممكن نزينها بشوكولاتة بيضة أو أي سيرة بشوكولاتة بتحبوا بأي نكهة بنضيف عليها زينة أي زينة أنتوا بتحبوها ممكن مكسرات حسب ما بدهم ولادك وهيك بطلع شكلها النهائي بتمنى إنها تعجبكم جربوها على طريقتنا وحكولي شو رأيكم فيها إن شاء الله تكون من الكعكات الإضافية اللي راح تدخلوها لبرنامجكم صحة وألف عافية وشكرا على حسن المتابعة وأتمنى هلأ إنكم تضغطوا على زر الإعجاب ولو كنتوا جداد ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لا يوصلكم مننا كل جديد يسعد كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر